اهلا بهذا الفيديو رح اشارك معاكم طريقتي بتحضير صلطة السبانخ كلنا بنعرف قديل السبانخ من الخضار الورقية الكتير مفيدة ممتازة لرفع المناعة وكمان للناس اللي عندها فأردم رح اشارككم طريقتي اليوم بس لو اول مرة بتشوفوني انا رنا واهلا وسهلا فيكم بقناتي لحتى نحضر صلطة السبانخ رح نحتاج حزمة واحدة من السبانخ غسلتها كتير منيح ونشفتها من المي وقطعتها بطريقة خشنة وحطيتها هلا عندي هون بصحنة تقديم التاني مكون عندي بصلة صغيرة قطعتها على شكل شرائح رح اوزعها على وجه السبانخ عادة بحب اقطع الخضار الورقية على شكل كبير مثل هيك لانها بسرعة بتتبل من الدرسنج اللي بنستخدمه ان كان من الليمون او الخل وكمان هلا رح اضيف عندي تفاحة حمراء رح اشيل منها البزير وقطعها لشرحات رفيعة وهلأ بعد ما خلصت من تقطيع التفاح لشرحات رفيعة رح احطها بصحن على جنب اول واضيف عليها عصير ليمون لحتى ما تسود وبتأكد انه عصير الليمون يجي على كل شرحات التفاح لحتى اضمن يضل لونها حلو وما تغمأ ابدا وهلأ بضيف شرحات التفاح على السبانخ وعندي كمان هون زبيب اسود رح اوزعه على وجه السلطة واخر مكون رح احطه على وجه السلطة اللي هو الجوز وهلأ لحتى نحضر الدريسينج انا دائما بحب استخدم مرتبان بحط فيه كل المكونات وبيكون خلطه اسهل وبنقدر نخليه بالتلاجة لوقت التقديم اول شي رح اضيف معلقة كبيرة من العسل وتاني شي رح اضيف معلقتين كبار من خل البلسمك ومعلقتين كبار من زيت الزيتون معلقة صغيرة من الخردل واخر شي بضيف رشة من الفلفل الاسود انا ما اضفت ملح طبعا انتو ممكن اضيفوه بس الكمبينيشن اللي بين الخل والعسل والخردل بيكفي وما حاست انو بحاجة لملح وهلأ برجل مرتباني كتير منيح لحتى تختلط كل المكونات وتمتزج مع بعض وهيك بعد ما خلصت كل مكونات السلطة وقبل التقديم مباشرة بضيف عليها الدريسينج المكونات رح تلاقوها مكتوبة بالتفصيل بسندوق الوصف او بالدسكريبشن باكس وصفة سلطة كتير طيبة وكتير صحية لازم تجربوها ان شاء الله رح تعجبكم كتير واذا حبيتوا فيديو اليوم ما تنسوا تعملوا لي لايك وسبسكرايب ونلتق ان شاء الله في فيديو جديد باي باي